ثلاثة أيام ضربت الأمطار محافظة شبوه وتسببت بدمار كبير جراء تدفق السيول كما ألحقت أضراراً ببعض مديرية المحافظة ولقي بعض المواطنين حتفهم فيها منطقة خورة في مديرية مرخى السفلة كانت أكثر المناطق تضرراً من السيول والفيضانات التي لم تشهد المحافظة منذ سنوات لقطات وثقت دمار وخراب المنطقة حيث تسببت الفيضانات في جرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وقنوات الري بالإضافة إلى مصدات حمايتها كما تسببت بهدم عدد من منازل السكان ما عندنا خبر بهذا الفيضان ولا عندنا من الأرصاد ولا عندنا من الدولة يعني تحذرنا ومساكننا في الأودية آبار اشتلت علينا وانقطع علينا الطريق وأمراض وأطفال يعني محاصرين يعني ثعيلبان وسيتنان والمحطة يعني اتضررت والخزانات والمياه انقطعت علينا كل هذا يعني ما فيه واحد سأل علينا لا دولة لا حكومة لا منظمات اجتماعية لا إنسان السيول من يوم خلقنا ما شفنا مثلها أبدا ولكن نحمد الله على ما ساق أيضا نطالب الجهات المختصة أن ينزلوا ويشاهدوا بما يملئ عليهم رب العالمين من سوليتهم أمام هذا الشعب الذي تضرر من الحرب وتضرر من الكوارث الطبيعية وتضرر من كل شيء المواطنون هنا ناشدوا السلطات المحلية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع ومعالجة أضرار الكوارث التي خلفت ضحايا في الأرواح وخسائر مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة الأراضي الزراعية جرفت حوالها أربعين فدان في منطقة خورة هذا يعني على جنبات الوادي أراضي هذه كانت أراضي هذه الذي قدامكم هذا كانت أراضي زراعية الآن جرفت الآن قد يهدد القراء الداخلية الرسالة التي نوجها للسلطات المعانية بصورة عاجلة إنقاذ المنطقة لحيث المنطقة محاصرة من الطرق إلى الآن المواطنين ينقلوا المواد على أرجلهم لم تستطع السيارة تدخل إلى مكان فإذا تدخلت السيارة إلى مكان تجارب الكوارث الطبيعية التي شهدتها منطقة خورة وعدد من مناطق ومديريات شبوة شكلت مأساه ربما تزداد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وقلة المساعدات الإنسانية لأهل هذه المناطق بالإضافة إلى تجاهل الحكومة التي يقول البعض هنا أنها لم تسهم في إنقاذ المناطق المتضررة صالح سالم قناة بلقيس شبوة